خلينا أقول لكم أنه زي ما قال الكابتن عدل القيع في فترة مفترات قال الأهل مخترق ودي يمكن جملة كان بيعني بيها صديقي وزميل العزيز وإستاذ الأجيال محمد الشرقاء والله يكون ضيفي بعد الإنترو لما قال الأهل مخترق 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 ودي يمكن أول سؤال هسأله لمحمد الشرقاء وإن شاء الله بمناسبة الاختراق يعني احنا شفنا الفترة الأخيرة جمهير الأهلي حصل لها حالة من الصورة والهياج على اتنين من المدعائم الأساسية في خناة الأهلي صار محسن مقدمة برنامج السادسة مساء اللي تم إعفاقها وتم مش عايز أقول طردها من القناة تم الاستخناء عن خدماتها بعد ما اكتشفوا أنها بتميل للزمالك في أحد الفيديوهات وعلى نفس المنوال ويمكن عندنا الصورة التانية هو لمينة ماهر مينة ده يعني أنشط مراسل تقريبا في قناة النادي الأهلي برضو لدي الحلال فاتشوله فلقوه قاعد منور بالفلنة البيضة أول ما وصلت النادي الأهلي قال لك ستوب ده ما يطلعش في القناة تاني وأنا بقول إن الناس دي على فكرة هم محترفين بغض النظر على الانتماءات ممكن يكون وجوده مقبول جوه قناة النادي الأهلي لكن النادي الأهلي رفض خوفا من فكرة الاختراق اللي أنا مصر أسأل عليها برضو صديقي العزيز جدا جدا محمد الشرقاوي